بأدواتها البسيطة تحاول أم روان النازحة من صنع إلى مارب صناعة أشكال فريدة ومتنوعة من الوردة التي تستخدم في مختلف المناسبات قبل ثمان سنوات بدأت عملها في هذا المجال واليوم في ظل النزوح تفتقر أم روان إلى الأدوات الكافية التي تمكنها من توسيع مشروعها المنزلي مشروع يوفر دخلا زهيدا لعالة إسرتها المشردات من الحرب ناهيك عن توظيف أياد عاملة نسائية كثيرة على أساس أننا لم يكن معنا عمل ولا معنا دخل ولا أي شيء فإنها خلاص وبدأنا في 2013 وكان معنا معمل صغر في البيت ورجعنا على وضع خلاص بطلنا ونزحنا إلى مارب وذي حين الإمكانية كده شوية تاعب شوية يعني المواد ليست متوفرة هنا أساسا بعض المواد قبل الحرب ومنذ تأسيس مشروعها الصغير في منزلها السابق كانت تجد طريقا لبيع منتجاتها لأصحاب المكتبات والمحالة التجارية وهي اليوم تحاول أن تعيد مشروعها والعمل فيه رغم قلة الإمكانيات أكيد يتفيدني معنويا وكانت فيدني ماديا أصلا من أحد يشوف الورد وهذا يعني بيدي شعور إيقابي وذي حين بطلنا شوية هذا العمال إلى أقل المسمع أكيد الصعوبة زي أي صعوبة أي شخص يعني واقف في مشروع وبداية يعني الإمكانية أكيد ما فيش موجودة نحن ناجد الجهات المعنية المختصة بدعم المواهب هذا الجديدة والنازحين للناس لهم يعني يعيشوا معيشة صحبة في هذا البلاء ومدام هذا الأسرة نتجت وما عندها أي إمكانية نتج هذا المنتج وهذا التشكيلات لو كان بش دعم لو بش أي حاجة أكيد أنهم كانوا يصنعوا المعجزة لكنهم حاربتهم على فرق الصرف والمشاكل والدولة داخل في صراعات في كل البقع لكن نحن نضرب من الجهات المختصة من وزارة التجارة والصناعة من وزارة الثقافة مؤسسات وجمعيات في مارب بدأت تعمل على دعمها كذا مشاريع نسائية وتأهيلهم لسوق العمل ونقلهم من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الانتاج وتأمل أم روان من إحدى هذه الجهات الدعم اللازم لعودة مشروعها الصغير يجب على منظمات المجتمع المدني في مأرب الاهتمام بالنساء خصوص النساء النازحات حيث أن المرأة اليمنية أكثر من يدفع ثمن الحرب وأصبحت هي من يتحمل لعب الكبير للأسرة وطبعا أصعب أصعب شيء تواجه النساء هو الوضع الاقتصادي فنحن مثلا في مؤسسة فتيات مارب دشنا قبل أيام مشروع سبأ برنامج سبأ وهو تمكين المرأة اقتصاديا ونستهدف فيه 60 امرأة على مرحلتين مرحلها 20 امرأة ومرحلها 40 أمروان كلمات من النساء النازحات يعانين ظروف نزوح صعبة يضل غياب المأوى والاعتماد على الخيام سكنا بديلا رغم افتقارها للاحتياجات الضرورية اللازمة للعيش ومع هذه الظروف الصعبة يبقى تدخل المنظمات محدودا ولا يرتقي إلى حجم المعاناة في المخيمات وتضمح النازحات في توسيع ذلك الدور بما ينسجم مع حجم المعاناة والاحتياج لبرنامج أضوى سهيل هادي الحربي